اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى طبعا انا ما بحبش اقول الفاظ حدا كده لكن ايه اللي رمك على المر اللي امر منه يعني وبعدين يعني انا عايز ان شاء الله اذا فيه وقت او فيه ظروف تانية نتقفل على الشاشة انه هنتكلم ولو خمس داي بس على حكاية الاعلام المحايد دي الوهم اللي بيقولوه انا هسعلك السؤال قبل ما اكلم من السيد المحامي ابراهيم فكر هو الاعلام في التلفزيون المصري العزيز كان على مدى 30 سنة بتوع مبارك اعلام ايه محايد يعني كان اعلام محايد يعني بيجيب الطرف والطرف التاني هو ده المحايد يجيب الطرف والطرف التاني الاعلام عمره مكان محايد والاعلام عمره مكان محايد لانه كان بينفز سياسات الدولة ده يبقى في جنب اه ده دوره مطلوب متشكرين بس ما يقولش انه هو محايد لا هو فيه اتجاه حتى لو كان اتجاه ده رغبة معظم الشعب لكنه بينفز اتجاه معين حكاية الاعلام محايد دي عايزين بنيتكلم فيها عشان بس تتأملوها لانه يقول لك المزيع لازم بمحايد محايد ازاي يعني فين هو المزيع المحايد يعني نعمل ايه يعني نعمل ايه يعني نقدر نجيب كل الاطراف انا كنت في التلفزيون المصري حقول لكم حاجة بسرعة يوم 26 لناير طردوني بالتلفزيون ماشي مش مشكلة يوم 26 وده مكتوب في الجرائد على فكرة وعلى كل الابارات في التلفزيون خلاص يوم 11 فبراير كلمني لأستاذ أسامة الشيخ والأستاذ أسامة الشيخ معانا موجود ممكن تسألوه قال لي عود للتلفزيون مكانك ارجع لشغلك قلت له وإيه الأخبار قال لي أنا المسؤول تمام رجعت بايه يوم السبت 12 فبراير رجعت برجل كان ممنوع من الزهور في التلفزيون مين تفتكروا الدكتور أحمد زويل كان ممنوع من الزهور في التلفزيون الأسبوع اللي بعد رجعت مع شخص يعني كنت مش شغال بقى كان ممنوع من التلفزيون الأستاذ الصحفي الكبير الأسطورة أحمد محمد حسن نيكل كان ممنوع من تلوع في التلفزيون يبقى ده تلفزيون محيد طب التلفزيون اللي صور الثورة من قبر قصر النيل ده كان محايد يعني بيقولوا كلام بس كده ويمشوا كلام يا جماعة بالراحة شوية عالناس بالراحة شوية يعني خلينا بس نتأمل حياة شوية عشان إذا كنا عايزين الناس نصنع مستقبل حقيقي لابد أن نتأمل عشياء بتأني وبذقة إنما ماينفعش إن كده تاك 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 ماينفعش مش هنبني إحنا بنقول للناس همه بنقول للناس يا الله بينا بنقول للناس الجدعانه لازم البلد دي إن شاء الله نصلحها بالناس مش بالمسؤولين بس بالناس طب بس يبقى فيه أساس نبني عليه ماينفعش كده ماينفعش كده أبدا